وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ الشهادة لها مرحلتان فكركم يمي و لا ها؟ رد نفهم القرآن الشهادة مرحلة الأولى مرحلة تحمل الشهادة هاي المرحلة الأولى المرحلة الثانية مرحلة أداء الشهادة خل أوضح لك يعني أنت بالشارع لتروح أشوف فد واحد شاله ستشين خندر ضرب بواحد ضرب أنت شفت بعينك بعدين قال لك المضروب قال لك تحال اشهد لي شنواجبك هاي الآية شتقول الآية شتقول لك يوزاك تقول لا ما عندي خلق لإستكتين الآية شتقول إخواني لازم تروح تشهد ليش أن شفت ومن أظلم ممن كتم شهادة ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آتم قلبه شفت تعال اشهد إذن هذا مرحلة التحمد الشهادة بعدين صارت يوم المحاكمة راحوا للشرطة الشرطة للمحكمة قال عندك شعود نعم يجعوا عليك أنت توضل بالمحكمة اشهد يحق لك لك تقول لا ما عندي خلق أنا مشغول أو جيب لي فلوس انطيني فلوس حتى أشهد الشهادة شهادة إذن معنات والذين هم بشهاداتهم قائمة مرها شهادة على السرق على الجرع على أي شيء من الأشياء شهادات شهادت الهلال مثلا آخر رمضان شهادت الهلال والناس ما يدرون أنه بكرة عيد أو لا انت الشاهد روح اشهد اشهد واجب عليك تأدي شهادة حرام عليك كتمان الشهادة تسمعني يعني كتمان الشهادة حرام ليش الله يقول يقول ومن أظلم ممن كتم شهادة كتمان يعني ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله ومن يكتمها فإنه آتب قلبه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة